نسب الشفاء من فيروس كورونا في العراق تتجاوز نسب الشفاء في العالم بعد إعلان وزارة الصحة ارتفاع عدد المتعافين من هذا الوباء مؤكدة أن جهد المؤسسات الصحية حقق نتائج إيجابية مشيرة إلى أن حالات الوفيات مقارنة بدول العالم هي الأقل نسب الشفاء في العراق هي أعلى من المعدل العالمي منذ أشهر الحمد لله خصوصا في الفترة الأخيرة ازدادت بشكل ملحوظ وأيضا نسب الوفيات هي أقل من المعدل العالمي وهذا أيضا أمر يحسب لوزارة الصحة وملاكاتها ليس فقط توازن عدة أيام كانت حالات الشفاء أعلى من الإصابات حالات شفاء كثيرة تم تسجيلها لله الحمد لأعمل أغلب من المرة في طور التشافي خرج من مستشفى كثير الصحة النيابية من جانبها أشارت إلى أن العراق يمر بحالة توازن بين أعداد الإصابات والشفاء من وباء كورونا مطالبة للملاكات الصحية بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية أكبر تسهم في القضاء على جايحة كورونا بالرغم من وجود ارتفاع في عدد الإصابات إلا أنه في نفس الوقت هناك ارتفاع في عدد حالات الشفاء يعني نحن الآن في حالة توازن منذ أكثر من ثلاث أسابيع وحالة التوازن هذه في علم الوبائيات تؤشر مؤشر ومعيار جيد بالرغم من أنه هناك ارتفاع في الأعداد وحالة نسبة الشفاء في العراق أكثر من 76% المعدل العالمي 65% نحن أكثر من المعدل العالمي إجراءات العراق الوقائية لمواجهة وباء كورونا حققت نسبا متقدمة في الحد من انتشار الوباء وكانت سببا في رفع بعض القيود التي شهدتها مختلف مناطق البلاد العراق يحقق نسبة شفاء عالية فيما يخص الإصابة بوباء كورونا في وقت تؤكد وزارة الصحة أن نسبة الشفاء قد تتجاوز أعداد الإصابات في الأيام المقبلة من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية